بعد نحو ستين عاماً من الإسهامات الفكرية والسياسية في الساحة السودانية توفي زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن عمر نهز 85 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المهدي كان يحظى بخبرة سياسية واقتصادية واسعة فبعد أن حصل على الماجستير في الاقتصاد في جامعة أكسفورد عام 1957 انخرط في العمل السياسي معارضاً لحكم جنرال عبود ليرتقي إلى رئاسة الوزراء عام 1966 ليعود لصفوف المعارضة مرة أخرى عام 1969 عقب انقلاب جنرال نيميري كما ترأس المهدي تحلف قوى نداء السودان الذي ضم أحزاباً مدنية وحركات مسلحة ومنظمات المجتمع المدني وإلى جانب رئاسته حزب الأمل طوال أكثر من نصف قرن اختير في مطلع الألفية الثانية إماماً لكيان الأنصار الدعوة أحد أكبر الجماعات الدينية في السودان وأمضى صدق المهدي سنوات عديدة من عمره في المنافي والسجون لتوجيه انتقادات للسلطة وكان آخرها نظام البشير الذي انقلب على سلطة المهدي المنتخبة عام 1989 وخلال تلك السنوات عكف المهدي على كتابة عشرات المؤلفات في مجالات الفكر والسياسة والتاريخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة